شوف بارك الله فيك يعني هذا من البلاء انتهى الشرح وانتهى اللقاء لكن حتى أقول لك صار هذا إدمان تعرف إدمان مع معنى إدمان هذا صار يجري في الدم هذا التلفون نعم التلفون هذا اللعب بالهاتف الجوال تويتر وغير هذا صار مثل الإدمان لا يستطيع الإنسان لا شعوريا يدخل يده في جيب يخرج على طول في البيت في الطريق في الشارع في المسجد فوق تحت في الحمام ممكن ما هذا ما هذا ماذا تريد أن تكون لهذا ماذا وراءك هل ستعالج قضايا المؤمنين هل ستحل قضية فلسطين أم ماذا تفعل كل كلام فارغ ماذا قال ماذا كتبوا ماذا أرسلوا ماذا فعلوا كأنه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أبدا لا يستطيع أن يبقى هكذا سويا كأنه أجذم أو أقطع أو مجدع الأطراف ما يستطيع هو لا يستطيع صار هكذا ممكن ينام وبجواره هذا الجوال هكذا يفتحه في الليل لأنه خلاص صار مثل الإدمان هذا ليس صحيحا ليته أدمن على العلم ليته أدمن على تحصيل العلم وإشغال الوقت بالعلم بدل أن يشغل وقته بالتفاهات والسفاهات ماذا قال فلان وماذا قال علان فكان ماذا فكان ماذا لو علمت ماذا قالوا ثم ما الفائدة لا فائدة ما في فائدة يا أولادي لا تضيع أوقاتكم ولا تضيع أعماركم بعض الناس تجده في زوايا المسجد ولا خبايا فوق ولا تاعة ولا هنا أيضا يلعب في الجوال صحيح هذا موجود ولا لا موجود يسلم الإمام وعقله مع الجوال مباشرة يخرجه لينظر في خلال هذه الدقائق في الصلاة ماذا قيل وماذا كتب لأنه يريد أن يتابع الأمة كلها أهل الخير وأهل الشر وهذا الباطل والجن والإنس يريد أن يتابع حتى الجن ما الذي أدراك الذي يكتب هذا من الإنس ولا من الجن كيف تدري تدري الله أعطاهم عن الجن من القدرة ما لم يعطي البشر إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم قال عفريت من الجن أنا أأتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي أتاه عنه من الكتاب أنا أأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذن ما لك ولهذا بارك الله فيك هذا مفيد لكن خذ منه بحذر وقدر بحذر وقدر ولا تبالغ هو الاتصال للضرورة فلان علان السلام عليكم فيه كذا أهم في الشيء المهم بس وانتهى كيف كانت الناس تعيش قبل الجوال كانوا ضائعين يعني ما كانت الأمور تمشي تمشي الحمد لله أترك هذا بارك الله فيك أشغلوا أنفسكم بالنافع شغلوكم عن العلم بهذه الأجهزة التافهة بارك الله فيك نعم ثم يقولون أجهزة ذكية يخادعون الناس بهذا الكلام الناس ما أحد قالوا ذكية قالوا نعم ما أحد قال لماذا وكيف كيف صار الجهاز ذكيا هو جهاز أصم هل له عقل حتى يكون ذكي أم غبي الذكاء فطرة ها وقد ينمى هذا لا يقال إلا للآدمي حتى الحيوان يعني يتسمح فيه الحيوان لا يقال إلا لشيء متحرك من الإنس وغالبا هو في الإنس يقال في الحيوان مجازا ولا يقال في الأصم هل يصح أن نقول هذا مكروفون ذكي وهذا طاولة ذكية وهذا منبر ذكي ما هذا الكلام صدقهم قالوا عنده برامج عنده ما أدري كلام فارغ من صنعه أليس البشر بشر ولا لا خادعوا الناس فانخدعوا والله ليس له من الذكاء واحد في المياه لا أصدق هذا أبدا لأن العقل الصحيح لا يقتضي أن يكون شيئا أصم أن يكون شيئا أصم ذكيا هو أصم لو رميته في الأرض ما تكلم ولا صاح ولا قال لما رميت يقول بارك الله عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا